موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم عضو الهيئة الرئاسية للمجلس العراقي للإصلاح والتغيير الدكتور جابر الجابري أهلا وسهلا بك دكتور لبنان مشغول بقانون انتخاب قد لا يرى النور لا هو ولا الانتخابات النيابية وفي تركيا إردوغان يهدد روسيا والصين وإيران بعدم غفران التاريخ لها لدعمها دمشق وفي سوريا تفجير انتحاري والمعلم يؤكد للإبراهيمي أن وقف التسليح هو مقدمة للحوار أما العراقيون فتحت رحمة التفجير ماذا جاء في عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتبع أهلا بكم تفجيرات بغداد مؤتمر حزب العدالة والتنمية التركي واستمرار الأزمة في سوريا عنوين اخترناها لكم عبر إطلالتنا هذا الصباح البداية مع صحيفة الزمان العراقية إذ كتبت مفخخة كرادا بغداد في صدارة ثلاثة عشر هجوما يقتل ثمانية وثلاثين في ثماني مدن عراقية أردوغان يحيي أربيل بحضور البرزاني ويعد بخارطة طريق لحل المشكلة الكردية ووفد الصدر يرفض دخول قاعة المؤتمر بسبب تواجد طارق الهاشمي العائل الأردني يرجع جلسات البرلمان تمهيدا لحله وإجراء انتخابات صحيفة القدس العربي اهتمت بمرشح الرئاسة السابق أحمد شفيق وكتبت إحالة أحمد شفيق لمحكمة الجنايات بتهم فساد مالية وفي حوار مع خالد مشعل كتبت حماس عصية على الانقسام وانسحاب من رئاسة الحركة مؤقت أردوغان ديمقراطية التركيا نموذج للعالم الإسلامي والتاريخ لن يغفر لروسيا والصين وإيران دعمها لدمشق الاشتباكات تدمر أزقة حلب القديمة بعد سوقها التاريخية حرائق في ريف اللاذقية وتفجير فروع أمنية بالقامشلي إلى الوطن السورية المعلم يلقي اليوم كلمة سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشرق الأوسط كتبت انفجار يهز القامشلي ومرسي لن نهدأ حتى رحيل الأسد وكتبت عن الشأن اليمني عبدربو منصور هادي الغارات الجوية الأمريكية تمت بموافقة والعراق أحد دام جديد في هجمات على بغداد وسبع مدن إلى السفير اللبنانية التي كتبت أردوغان ومرسي ومشعل حول أزمة سوريا ورسائل إخوانية وتحية للمعارضة وتنديد بالنظام وانتهاء بالنهار اللبنانية زنار النار يمتد من حلب إلى بغداد أردوغان ومرسي يلتقيان على زوال الأسد السرد وحده لا يكفي بل يحتاجه إلى تحليل وتفسير وعمق سياسي وهذا ما لن تبخل به عنكم زميلة ضياء وظيفها شكرا للزميلة دلولة على تقديم عنوين الصحف دكتور جابر الجابري استمعت إلى عنوين متعددة ومتنوعة على كامل المحيط العربي تقريبا أبرز ما لفت نظرك في هذه العنوين وتود التعليق عليها بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أنا أريد أن أحيي قناة الميادين حقيقة لأني أول مرة أظهر على شاشتها وأدخل إلى مبنى إلى قناتها أهلا وسهلا بك لذلك أحييكم وأحيي الأستاذ غسان وفريق عملاء وكل العاملين في هذه القناة التي أتمنى لها التوفيق وأن تشعل شمعاتها الواحدة بعد الأخرى في ظلامنا الدائم والمستمر للأسف أهلا وسهلا شكرا حقيقة يعني ما هناك ما يبشر في هذه العناوين وكأن هذا الوطن العربي وامتداداته وحتى ما رافقه من الوضع الإقليمي هو أشبه بالصفات المتنبي لمن يصف أنه على قلق كأن الريح تحتي كأن الريح تعصف بهذا الوسط السياسي والإعلامي والإجتماعي هكذا يتم تحليل الوضع في العالم العربي وفي غالبية الدول يعني ما هناك كوة في هذا الظلام كما أشرت تبشر بأن الفجر الجديد أو الصبح الجديد هو قادم بسرعة ولو أنه غدا لناظره قريب ونتفائل أحنا حقيقة بما تتيسر من عناصر التفائل التفاعل هذا فكما شفت أنا أبدأ ببغداد التي تستحم بدماءها بشكل يومي والأيام الدامية يعني ليس هناك يوم غير دامي في بغداد وفي بقية المدد العراقية وهذا الشيء محزن حقيقة في الوقت الذي يمر على هذه العملية السياسية في العراق أكثر من تسع سنوات اليوم والمفروض تكتمل مؤسساتها الأمنية وجهوزيتها في مواجهة الأزمة الأمنية التي صار لها عقود طويلة في العراق من حروب كونية إلى أزمات داخلية واليوم يدفع العراق ثمن باهظ أمام موجة الإرهاب وموجة الظلاميين والتطرف الديني وهذا الإسلام المزيف الذي للأسف بدأ يزحف حتى وصل إلى مقاعد الحكم اليوم ولعل توظيف هذا الإسلام في سدة الحكم قد يودي بتوجه الشارع الإسلامي لأن هناك صحوة إسلامية كبيرة في الداخل الوطن العربي والإسلامي وفي امتداداته في دول أوروبية وحتى في داخل الأمريكتين وهذا الشيء للأسف أنه وصول الإسلام مقنع ومتطرف إلى مراكز القرار في دول لعلها انتفضت ولعلها ثارت في ميادين عامة وخاصة نحن في قناة الميادين ونخشى من انتكاسة وصدمة يعيشها الشارع الإسلامي والعربي دكتور جابري وصلوا بطرق الدموقراطية وحتى انتخبهم الشعب وانطقهم وأسقط اسماءهم في صناديق الأكثر نتمنى أن تسير هذه العملية بكل ثقة الشارع واعتزازها بالوجوه التي أوصلها إلى الحكم لكن نخشى أن تستغل هذه اليافطة وأن توضع توضيح الأفطة الديمقراطية تقصد تخشى أن تستغل الديمقراطية التي أوصلت إسلاميين إلى سدة الحكم والقرار في دول قد لا تكون مؤهلة لأن تحكم بهذه الطريقة نحن نخشى حقيقة أن يكون هذا الإسلام المموح والإسلام المغنطة بكثير من الشعرات البراقة أنه يصدم ضمن مخطط عالمي وموجه لانتصاص هذه ولكن هو لم يخفي نفسه يعني هو لم يخفي نفسه معروف الأخوان المسلمين في مصر وفي غيرها من الأماكن الجميع يعني حتى في تونس حتى في ليبيا لم يخفوا الهوية التي ينتمون إليها وبالتالي يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية كما يريدون في الحكم وهناك من وافق على ذلك هو هذا الصحيح يعني ظاهره أعتبر أن الظاهر يختلف عن المضمون وعن التطبيق أنا أقول إيصال الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية والرموز الإسلامية إلى موقع القرار والحكم والسلطة بهذه الطريقة أنا أخشى أنه عملية مفخخة هذه وخاصة أننا نعيش في العراق يعني عصر التفخيخ اليومي والتفجير والنسف اليومي لكل مشاريع وكل آمال وطموحات شعب أراد أن يتحرر في العراق خاصة أن أنا بدأت أقول أنه أمس كانت يعني عمليات دامية في سبع مدن عراقية ومنها بغداد وقبل يومين صارت عملية إطلاق لسجناء محكمين بالعدام وهم يمثلون أسماء جريمة كبرى بحق العراقيين وكيف يتم إطلاق هؤلاء وهذه تكررت في قلب بغداد مرة ومرة في أطرافها ومرة في مدن أنا أقول هذه التجربة العراقية تجربة العراقية الواجهة واجهة إسلامية ولإسلام حركي وحزبي دفع أثمان باهظة لكن لما المارس السلطة مارسها بشكل لم يقنع الشارع ولم يحصل على ثقة الشارع حقيقة يعني أنا أقولها باعتراف واضح وشفاف أمام الشاشة وأمام الرأي العام والمشاهد والمتلقي وهذا يعني مخافي على أحد على أنه الإسلام القوي الأصيل المحمدي كما كنا نطلق عليه ونسميه نتمناه أن يصل إلى موقع القرار وموقع السلطة في دول غير العراق أيضا أنت قاعد تشوفين يعني الآن ترين بالعين المجردة كيف الصدام يحصل بين أطراف إسلامية نفسها وبين جهات إسلامية كانت لا تزال طبعا يعني أسرها على السلطة ممارسة الديمقراطية يتغير الأنظمة في بعض الدول يعني يدفع البعض إلى الانشقاق ربما إلى بالتأكيد هو ظهرة صحية يعني نحن مريد قضية معلبة وشعب وشارع مخبى دعني أسألك دكتور جابر دعني أسألك دكتور جابر هل تعتبر أن التفجيرات التي تزداد وتيرتها في بغداد مرتبطة إلى حد ما بموقف العراق من الأزمة السورية لا هي سبق يعني طبعا قد تزداد يعني هناك ازدياد في الوتيرة أكثر من السابق ربما يعني أحنا كلنا نتكتم إلى وقت قريب على أن الساحة السورية كانت مصنعا للانتحاريين اللي يدخلون إلى العراق وكانت مخبأ لهم وما مر لهم من جهات عربية ودول غير عربية كانت سوريا حاضنة لهؤلاء وللأسف أنها كانت تقذف بهم إلى هل هناك إثبتات مثلا بالتأكيد في اعترافات وفي وثائق اعترافات للموقفين اللي ألقي عليها من قبل نعم وكنا يعني في ذاك الوقت احنا اخواننا وحبائنا في سوريا كنا نقولهم أنهم ترتكبون خطأ تاريخي بحق أنفسكم قبل ما ترتكبوا بحق العراق وهم كانوا يقولون أنه احنا عدنا فائض من النفايات البشرية هذا لا ريد نقذفهم خارج الحدود ونتخلص منهم هكذا كان يقول السوريون بعضهم نعم في الجهات الأمنية وقد لا يمثل وجهة النظر الرسمية العليا في هذا نعم نعم كلام أمني لأننا فائض نريد أن نصدره إلى الخارج هذا ارتكب بحق العراق على مدى سنين حقيقة وكانت المعسكرات وكانت مخيمات التدريب والتأهيل وتقذف يوميا أعداد كبيرة من المفخخين في عقولهم وليس في أحزمتهم الناسفة وبالسيرات المفخخ هذول نفسهم عادوا إلى الساحة السورية وفعلوا فعلهم اليوم وكما ترين يعني ليست سوريا هل تشمت بسوريا حضرتك أنت شامت بسوريا لا أبدا بالعكس سوريا بلدنا وأهلنا وشعبنا وأحنا يعني طبعا إذا صحت الفكرة سوريا تورد الإرهابيين إلى العراق يعني كانت سوريا إلى وقت قريب وهذا الكلام قالوا مسؤولين كبار يعني على مستوى مسؤولين كبار في الدولة العراقية لإخواننا وإشقائنا وفي سوريا قالوا هذا الكلام يعني وعطوهم إثباتات وأدلة وذهبت وفود على مستويات عالية وإلى سوريا ربما يعبرنا الحدود منذ أن تعلم السلطات المختصة ربما يعني الوضع الأمني منفلت هذا ردنا ينطبق على حدود أخرى يعني نتمنى كنا نتمنى لا لا يبدو أن الحدود جميعها منفلتة من الأمن على ما يبدو في العالم العربي دعني دكتور أذهب إلى الحدث اليوم نقرأ بعض أو أهم ما جاء في الصحف العربية الصدر اليوم ونناقش ما يرد فيها خالد مشعل يؤكد حصانة حماس من الانقسام وأن انسحابه مؤقت أما رئيس المؤتمر الوطني الليبي فيريد ليبيا علمانية وديمقراطية والرئيس جلال طالباني ينوي إجراء حوارات مع قادة سياسيين لحل الخلافات السياسية التفاصيل مع الصحف العربية الصدر اليوم الحياة السعودية المجريف نريد دولة علمانية أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المجريف في حديث مع الصحيفة أنه يريد أن تصبح بلاده دولة ديمقراطية علمانية المجريف حذر من نشاط مجموعات متطرفة على صلة بتنظيم القاعدة في ليبيا والدول المجاورة وأقر بأن كتائب الثوار وقوات حلف شمال الأطلسي تعاملت بان الثورة مع عناصر يشتبه بارتباطها بتنظيم القاعدة لكنه برر ذلك بأنه في لحظات الفورة لم يكن بمقدور أحد أن يمنع أي إنسان من المشاركة في الثورة وعن الأزمة السورية أشار المجريف إلى أنه لن يمنع تقديم ليبيا الأسلحة إلى المعارضة السورية إذا ما أقر المؤتمر الوطني العام ذلك القدس العرب اللندونية مشعل حماس عصية على الانقسام وانسحاب مؤقت أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في حديث للصحيفة أنه مصمم على عدم ترشيح نفسه لرئاسة المكتب السياسي وقال إن ما ذكر عن خلافه مع جماعة غزة غير دقيق مشعل أشار إلى أنه مازال يحظى بغالبية في مجلس شورى الحركة تؤهله للاستمرار في رئاسة المكتب السياسي لكنه أراد عدم التجديد وأصر عليه لرغبته في الابتعاد ولو لفترة مؤقتة عن زعامة الحركة وشدد على أن حركة حماس عصية على الانقسام وأنها قوية ومتماسكة وستظل كذلك ولا خوف عليها الصباح العراقية طالباني يباشر عقد لقاءاته ببغداد كشف مصدر مطلع عن مشروع رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني في إجراء حوارات ولقاءات مع قادة سياسيين في إطار مسعاه لتصفية الأجواء وحل الخلافات السياسية وكان رئيس الجمهورية قد أكد بعد عودته من رحلة العلاج في ألمانيا عزبه على البدء بجولة مباحثات توفقية بين القادة السياسيين وذكر المصدر الذي كان على صلة بتحركات رئيس الجمهورية أن طالبان يستند إلى خريطة طريق تتمثل بمسارات رئيس أهمها تحقيق التوافق السياسي ثم الاطلاع على مقترحات الكتل السياسية أو مطالبها وتضمنها في ورقة موحدة تضاف إلى المشروع الإصلاحي يليها تحديد موعد لقاء الوطني العام دكتور الجابري أبرز ما تحدثت عنه الحدث اليوم هو محادثات طالبانية التي يريد إجراءها والحوارات كيف تقرأ هذه الخطوة وهل هي مجدية برأيك والله أنا أعتقد أن الخلافات السياسيين أراقيين والكتر السياسي الأراقية تجاوزت شبت عن الطوق أن لا يستطيع فخامة الرئيس الطالباني الذي غادر الساحة وكان يعتقد أن غيابه عنها لمدة ثلاثة أشهر سيساعد على تهديئتها باعتبار أنه كان يمثل المرجعية العليا في السياسية للبقية الكتل وصمام أمان لذلك هو في الحقيقة لم يذهب إلى ألمانيا للفحوصات الطبية لم يذهب إلى الفحوصات الطبية يعني ذهب فأجرأ أجريت له فحوصات طبية لكن أراد أن يبتعد عن الساحة لعلها الساحة السياسية العراقية لعلها تلتأ بدونه وفي الحقيقة هو أزمة سحب الثقة التي سبقت ذهابه إلى ألمانيا للعلاج وصلت إلى دروتها وتعرفين أن الفراغ السياسي لو حصل في غياب رئيس الحكومة سيحدث انهيار شامل للدولة العراقية والوضع السياسي العراقي لذلك بعض الشر أهوى يعني بقاء رئيس حكومة غير متوافق عليه سياسيا أفضل من غياب المطلق بالكامل واليوم جاي نشهد هذا التلكؤ أيهما أهم التوافق السياسي بين الأفريقاء السياسيين أم الصندوق الانتخابات التي أوصلته إلى ما هو إليه نحن لا نقرأ على قضية صندوق الاقتراع والكمية الأصوات التي وصلت إلى صندوق الاقتراع هذه لكل حادث حديث يعني كانت ظروف تعتبر مظرفي ومتغير الظروف متغير ولأن أثبت مدى السنوات الثلاثة الماضية أكثر من سنتين أثبت عدم كفاءة سياسية وعدم قدرة سياسية على إدارة الأزمة في الداخل بل كانت رئاسة الوزراء اليوم هي مصدر الأزمة في البلد حقيقة ولعله شخص رئيس الحكومة يمثل أكثر من دوافع هذه الأزمة أو الأزمات التي تتوالد يوم بعد يوم موضوع الاقتراع والنسبة المقترعين والأصوات التي وصلت إلى تعتبر أنها متغيرة وضرحية أعتقد أنه كثير من الصور المشهد السياسي تغيرت وملامح الأعمالية السياسية أيضا تغيرت واليوم أثبتت على أن مرتكبة بالأمس كان خطأ لم يكن صواب تتوقع إذن أن لا تتكرار هذا الخطأ اليوم أهم شيء في البلد في أي بلد أهم شيء هو وضع الأمني لما يكون الوضع الأمني منهار إلى هذه الدرجة ويكون وزير ثقافة هو وزير الدفاع وتكون لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بيد واحد غير متخصص يعني يرأسها ما لا علاقة لا بالأمن ولا بالدفاع ويكون وزير الداخلية أيضا ليس له علاقة بالأمن ولا بالسابقة ثم يضطر رئيس الوزراء أن يذهب إلى الموصل ويستعيد ويدعو إلى عودة الجنرالات القتلة والمجرمين والمطلوبين هذا الاستعانة بالمشبوهين وبالمجرمين السابقين يعني عملية إفلاس كامل للوضع الأمني والسياسي العراقي حقيقة وهذا ما يتطلب دخول رئيس الجمهورية دخول مباشر على الخط والعودة إلى قبة البرلمان يعني هذه نفس الكتل التي تجلس في البرلمان هي ستلتقي في مؤتمر وطني مفترض أو في لقاء وطني مفترض من راح يشاركهم يعني هم نفسهم الكتل السياسية الموجودة الآن في قبة البرلمان من المفترض أن تلتقي خارج البرلمان وتعقد مؤتمر يعني هذا عملية استهلاك الوقت ولكن ليس هو المؤتمر يعني قبة البرلمان هي بحد ذاتها يعني المكان الذي تسوى فيه الخلافات بين الفرقاء السياسيين المشاركين في السلطة بالعكس أم تريد إجراء حوار خارج بطاق بالعكس أقول أنه هي نفس الكتل المختلفة داخل قبة البرلمان ستخرج إلى نفسه نفسه مرة أحد يشاركهم وهم اليوم يخططون إلى كتابة قانون انتخابي جديد يلائم الكتل الكبيرة الحاكمة اليوم يعني ما ما سموح لأحد بعد من الكتل الصغيرة ومن الأحزاب الناشئة أو من الشخصيات الوطنية بأن تمارس دورها وأن تصل إلى ممارسة وإلى تقاسم السلطة والحكم وهذا عمل للأسف أريد أن أختم هذه الفقرة بسؤال عن قرأنا أيضا في القدس العربي مشعل يقول للصحيفة حماس عصية على الانقسام وانسحاب من الرئاسة مؤقت كيف أيضا تنظر إلى هذا الموقف الذي قامت به حماس بعد الأزمة في سوريا يعني بالتأكيد أنه أزمة سوريا والمتغيرات في الوطن العربي كلها وذهاب الأنظمة المعتقة من النظام المصري والليبي والتونسي بالتأكيد هذا رح ينعكس على العمل الميداني لحركة التحرر مثل حماس وحماس بالتأكيد أنها قوة ميدانية ضابطة للإيقاع الفلسطيني في الداخل وفي الخارج الفلسطيني وكانت سوريا ودمشق تمثل الحاضنة الأساسية لهذه الحركة والغطاء لها اليوم بقت مكشوفة حماس خارجيا وداخليا نتمنى أنه تحل إشكاليتها مع السلطة الفلسطينية وأن لا يبقى هذا الرئيس مستقيل وأن لا تبقى هذه حكومة مقالة بالعكس أصبحت المواقف متناقضة فتح تريد حل السلطة وحماس لا تريد أو بالأحرى تريد حل أصله وحماس لا تريد لهذه الاتفاقيات هذا الذي أقول أكاسات مستمرة ويومية على الساحتين على الساحة السلطة الرسمية في فلسطين وعلى المقالة حكومة هنية وهذا الأمر يخفف من وهج القضية الفلسطينية وقيمة التأثير الفلسطيني في الوسط الإسلامي والعربي لأنه كل ما كانت الموقف الفلسطيني كل ما كان موحدا وكل ما كان قويا ومؤثرا في الموقف الدولي والإقليمي واليوم تعرفين أنه عباس في كلمته بالأمم المتحدة طالب برفع عضوية فلسطين نعم برأيك عندها انكشفت حماس في سوريا لهذه الأسباب انتقلت إلى مكان آخر ولكن هي انتقلت لا تنسى هي انتقلت والبعض يهاجم أردوغان ويوافق ما يقول عليه أردوغان ومرسي يعني الصحف نشرت وأنت ما اتطرقت إلى هذا الموضوع وأنه مشعل يبايع أردوغان أميرا وخليفة جديد خليفة عثماني جديد يعني أو حاكم أو أمير عثماني أو سلطان عثماني جديد يعني أنا أعتقد لا وتوافقون على رحيل الأساد هذا الاصطرار يعني هذا الانتقال من دولة حاضنة لأكثر من عشرين سنة إلى دولة تتبنى القضية الفلسطينية بشكل ارتجاجي وليس بشكل جدي والتزامي ومنهجي ومبدعي لذلك اليوم يعني أنا أقدر وأتفهم الأزمة التي يعيشها الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية مع العامل الدولي ومع المتغيرات في فقدان الحاضن الأساسي التي كانت تحتضنها هي دمشق وسوريا سوف نتابع هذا الكلام يعني تحدثت بأشياء كثيرة دكتور ولكن دعنا نذهب إلى فاصل ثم نعود أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود فتقوا معنا أهلا بكم السوريون يدفعون ثمن انقسام مجلس الأمن يقول كوفي أنان وطارق رمضان يطالب بربيع عربي ولكن للأفكار ماذا جاء في صحف الأجنبية الصادر اليوم نتابع الجارديان أنان السوريون يدفعون ثمن انقسام مجلس الأمن كان جليا أن أكوفي أنان لم يجد خيارا سوى الاستقالة من مهمة إنقاذ سوريا منذ البداية قال إنها مهمة شبه مستحيلة ولن أتمكن من القيام بها إلا بدعمكم الموحد والدائم قال أنان لمجلس الأمن لكن المجلس بقي منقسما وبالنتيجة سيدفع السوريون الثمن شعب مسكين عالق في الوسط أوضح أنان أنه عندما تواجه الحكومات الأعضاء في المجلس مشاكل لا حل لها يحيلونها إلى الأمم المتحدة ما يسمح لهذه الدول بتنفس السعاداء نحصل نحن على التفويد ولكن من دون الموارد المناسبة نغوص في المصاعب ونفشل ويصبح لدى هذه الدول كبش محرقة عن الحرب على العراق قال أنان الذي كان ذاك الأمين العام للأمم المتحدة إنه كثيرا ما تسأل عما كان سيحصل لو أن توني بلير قال لجورج بوش هنا يفترق دربانا تدبر أمرك بنفسك وأضاف أعتقد حقيقة أن بلير كان بإمكانه منع تلك الحرب أما بوش فكان يحاول إنهاء مهمة والده ومستشروه أيضا كانوا يرودون الحرب كانوا يفكرون أنه بغزو العراق نتخلص من عصفورين الدكتاتور والأسلحة سئل أنان عن العصفور الثالث نفط العراق فأجاب بعد برها نعم العراق دولة غنية وأتقع في منطقة بالغة الأهمية أتساءل لو كان العراق فقيرا مثل الصومال هل كان أحد يهتم بإنقاذه؟ نيويورك تايمز نحو ربيع عربي للأفكار يصدم الأمريكيون كلما ثار العرب ضد الغرب يعتقدون أنهم هبوا لمساعدة العرب خلال ثوراتهم لكن العرب والمسلمين عموما يتمتعون بذاكرة طويلة ورؤية واسعة انعدام ثقتهم بالغرب لا تأتي من فراغ بل من عقود من دعم الغرب للدكتاتوريين بوية تحقيق مصالحهم الأمنية والاقتصادية ومن غزو العراق وأفغانستان ومن إهانة المعتقلين في أبو غريب وجوانتنامو ومن دعم أمريكا غير المشروطي لإسرائيل إذا كان الغرب يريد فعلا معرفة لماذا يغضب العرب أقترح عليهم الانسحاب من أفغانستان واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين وتعليق مهمات الطائرات بلا طيار وأنهاء الحرب على الإرهاب على العرب بدورهم التراجع عن لعب دور ضحية الاستعمار والإمبريالية مركز الجاذبية الاقتصادية ينحو نحو الشرق لكن صعود الصين والهند وروسيا والبرازيل وتركيا لا يضمن أوتوماتيكيا عدالة أكبر وديمقراطية أكبر فلا يستعجلن بعض المسلمين الفرحة لتراجع النفوذ الأمريكي العالم العربي بحاجة اليوم إلى ثورة ثقافية تفتح الباب لتغيير اقتصادي وروحاني وديني وتحرر فني وثقافي أستاذ جابر أو عفوا دكتور جابر الجابري إلى أي حد تصدق كوفي أنان بما كتبه عن العراق يعني حين تمنى لو أن توني بلير قال لجورج بوش هنا تفترق دربانا يعني هو جورج بوش قال بلسانه أن الله هتف في أذني وطلب مني إسقاط طالبان في أفغانستان وإقامة دولة فلسطينية وإزالة الدكتاتورية من العراق ويبدو أن الله فاته أن يقول لجورج بوش عليك أن تبحث عن خمسمائة مليار برميل من البترول في الأرض العراقية يبدو أن هذا الجشع الأمريكي توقف في تلك اللحظة ولم الله سبحانه وتعالى لم يقل لبوش أن في العراق كل هذه الكمية الهائلة من البترول والتي ستبقى آخر برميل من البترول في الدنيا في العالم في الأرض العراقية أنا أعتقد لا طوني بلير ولا غير طوني بلير إذا وافق أو اتفق أو ناقض جورج بوش أنه سيوقف الحرب كان أتى جورج بوش لوحده إلى العراق وحتل العراق لوحده نعم العراق وتغطى ببعض الدول الأخرى يعني هو في الحرب الخليجي الأولى جمع 38 دولة في تحالفه ضد العراق وأحنا نعتقد حقيقة كعراقين ماذا نختلف عنكم كل لبنانيين أو نتفق معكم أن صدام هو الذي أشعر الحرب وهو الذي استدرج الأمريكان إلى وهو الذي هي السبل لهم وهو الذي سلمهم الخليج بكاملها والمنطقة بكاملها ولولا هذه السياسة الرعناء ولولا هذا الطيش الصدامي يعني لا علاقة للبترول كما يقول كوفي أنان في العراق يعني لو كان العراق فقيرا هل كان اهتم الحلف الأطلسي وبريطانيا وأمريكا بتحرير العراق كما قالوا هو في وقتها كان صدام ونظام البعث في العراق كان مستعد أن يعطي كل البترول إلى أمريكا بدون أن تأتي حاملة طائرات واحدة للخليج ولكن لماذا الواسطة هم يريدون أن يباشروا ذلك بأنفسهم لو أبقاهم لو كانت الصفقة بعد 91 بعد دخول الكويت بعد الوقيع بعد الاستدراج إلى الوحل الكويتي كان مستعد صدام ونظامه في العراق أن يعطي كل آبار البترول إلى الأمريكان بدون لو أبقوه فيه لكن كعميل نحن نعتقد أنه هذا النظام كعميل انتهى مفعوله وهناك خارطة طريق لشرق أوسط جديد لا بد أن تتشكل على عائد الأمريكيين وهناك خطة مبيتة من قبل 50 سنة ضمن الاستراتيجية الأمريكية أن تحدث هذه بدل خارطة سايكس بيكو التي رسمها في بداية لماذا دخل برأيك دكتور جابري الحلف الأطلسي إلى ليبيا وهو لا يريد الدخول إلى سوريا علما من مصلحتهم ربما السياسية كما يقول بعض المحللين إسقاط النظام في سوريا قبل إسقاط النظام في ليبيا أولا سوريا موقعها الجغرافي والسياسي في الخارطة في خارطة المنطقة تختلف تماما عن ليبيا ودور سوريا يختلف عن دور ليبيا لا يوجد هناك شيء المبرر أكبر للدخول إلى سوريا كحلف أطلسي أكثر من الدخول إلى ليبيا بالعكس كانت ليبيا أشبه بحق التجارب لحلف الناتو لم يدخل في معركة وحرب بهذا الشكل لكن دخولها في سوريا يعني دخولها في معركة مع حلفاء سوريا الأقوياء مع الصين مع روسيا مع إيران هذه الحرب العالمية الآن النفط لا يعني شيئا في حسابات أمريكا وبتأكيد النفط لكن أقول أنه ليس النفط وحدة وكان بإمكان أمريكا وحلفائها الحصول على نسبة كبيرة من النفط وبدون شروط وبدون حرب ليست الحرب هدفها الوحيد هو النفط أنا أقول هدفها تشكيل منطقة على المقاسي الأمريكي وخارطة شرق أوسط جديد وإلغاء معاهرة سايكسبيكو وخارطة سايكسبيكو وتجديد هذه الخارطة ولكن وفق مقييس أخرى وفق المعطيات الجديدة وأنت جايش شوفين يعني هناك بلامح لدولة كردية في الشرق الأوسط هناك نطاحة بأنظمة هناك ديمقراطية توافقية هناك تسويق للمشروع الأمريكي بطرق عالية الجودة والتقنية الهائلة لذلك اليوم نحن ما لازم نبقى نقرأ ونتهجأ ثقافاتنا الأولى في الإمبريالية والاستعمار هناك معطيات جديدة يجب أن نتعامل معها على كل حال هذا ما كتبه على لغة تختلف تماما عن كوفي عمان على كل حال هذا ما كتبه هو كان يستعمل أيضا النفط يعني هو وابنك وابنات النفط بالضبط لذلك أسألك هل تصدق كوفي عمان حين يقول إنه كان تمنى لو أنطنق له بعدنا في القائمة السوداء العراقية لأنه أخذ من كوبونات النفط العراقي أكثر من ما أخذه وغيره هو ونجيه على ما أعتقد لهم فضائح في هذا الموضوع كما تقول الوسائق والكتابات هذه الفائضة ربما تكون صح والضمير كما فعل كولينب باول يعني كولينب باول قال لم يكن هناك وكنا نعرف أن لا أسلحة دمار شامل ولا أسلحة كيمية هذول بلغت بهم درجة الخطيئة حالة لا يمكن العودة إلى البراءة وإلى التنصر من هذه الخطيئة نعم أيضا كتب طارق رمضان في نيويورك تايمز عن ربيع عربي للأفكار وكفى للعرب أن يعتبروا أنهم الضحية دائما لعب دور الضحية وإن كان مبررا إلى حد ما في السابق برأيك هل الثورات العربية التي تحصل في عالمنا العربي هل هي قد تصل إلى الأفكار هل ممكن أن تجدد الفكر العربي هل ممكن أن تخلق أفكارا جديدة وتفكيرا وطريقة بتفكير جديدة شوفوا قبل أن يقول الأستاذ طارق رمضان قبل أن يقول كلام هذا وأنا عجبتني بالفقرة التي وردت فيه أنه بحاجة لثورة ثقافية قبل أن يكتب طارق الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وكتب في كتابه العزيز إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه يعني هذه الحالة التقليدية في مجتمعنا العربي بالذات والبقاء على ما هم عليه يعني من وعي ومن استرخاء ومن تقليد أعمى لماضيهم ولموروثهم أنا أعتقد هذا ما ينتبهم أو لندب على الماضي لندب على الأطلال العربية الدائم هذا لا ينقلهم خطوة واحدة للأمام ولا يغير واقعهم البائس أبدا أبدا لذلك أنا أؤيد الدكتور أستاذ طارق رمضان وهو حفيد المرحوم حسن البنة حسن البنة نعم يعني أنا أؤيده في في مشروع ثورة فكرية وثقافية بالوطن العربي وفي الشارع العربي وفي الفكر العربي لتغيير نمطية وسلوكية وعقلية الشارع العربي وخاصة أأمة ومنظري ومثقفي وكتاب وبيروقراطية الشارع العربي التي تريد دائما يبقى ملقا على الرصيف نعم أيضا تحدث أنا نفي وقال السوريون يدفعون ثمن انقسام مجلس الأمن أيضا هل صحيح أن مجلس الأمن منقسم على نفسه في قضية سوريا أم هي مجرد توزيع للأدوار نتحدث عن روسيا والصين طبعا نتحدث عن الذين يرفضون دخول التدخل العسكري في سوريا وينادون كل يوم بإسقاط النظام لا هو استبعدي ليس التقاسم أدوار يعني الخلاف فاضح أن هذه الدول دائمة العضوية الصين وروسيا لا تحدث فقط عن دول التي لها علاقة بالحلف الأطلسي يعني يريدون إسقاط النظام ويريدون تسليح المعارضة ويريدون الأشياء الكثيرة ولكن في الوقت نفسه يعترفون أنهم لا يريدون التدخل العسكري ولا يستطيعون التدخل العسكري هو محرقة أنا أقول لك أنه أي تدخل عسكري في سوريا أي دور عسكري لهذه الدول سيكون محرقة لها ولا يكون مثل تجربتها في ليبيا هي تعرف يعني درجة حرارة النار الليبية ودرجة حرارة النار السورية يتعرف أنه مصهر أكبر بكثير يعني هذا مصهر لكل تقنيتها وأدواتها وجيوشها ومعداتها لذلك لا تقدم على حماقة يعني هذا صحيح المخاوف التي يروجونها من السلاح الجو السوري ومن الدفاع الجوي السوري هي ليست دعايات وليست مخاوف هي واقع وحقيق وأنا في لبنان يعني احنا اليوم جربنا في 2006 في الحرب التي خاضها حزب الله مع إسرائيل استخدم أسلحة لعلها يعني بدائية في منظومة السلاح المتطور هجومية أثر منها ربما دفاعية نعم وهذا السلاح خلال السنوات أيضا الستة الماضية أيضا تطور يعني والمناورات التي تجرى في الخليج وفي داخل الجمهوري الإسلامي الإيراني تدل على أنه لن تكون هناك رحمة في استخدام هذا السلاح لذلك لا أعتقد أن الدول هذه تقدم على حماقة وتنتحر في داخل سوريا نعم إذن نكمل الحديث بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم ما هو المانفستو الإسلامي التركي وهل يبقى عبدالله جول في القيادة الجديدة لحزب العدالة والتنمية وكذلك هل تخلى عن حلم دخول تركيا لإتحاد الأوروبي أي أردوغان ماذا جاء في الصحف التركية الصادرة اليوم نتابع طرف المانفستو الإسلامي التركي لقد كانت الإشارات واضحة النزعة إلى القومية الإسلامية في خطاب أردوغان أمام مؤتمر حزب العدالة والتنمية فهو أشار كثيرا إلى السلطان ألب إرسلان الذي انتصر على البزنطيين عام ألف وواحد وسبعين أردوغان وضع نصب عينيه هدف العام ألفين وواحد وسبعين الذكرى الألف لمعركة ملاز كرد واستذكر حرفيا عبارات السلطان إرسلان وجيشه القوي وأشعر قرقوش ومحمد عارف وغيرهما حيث يولد الأبطال مع أذان الفجر ويموتون مع أذان المغرب حريات لماذا يغير المهم في مؤتمر حزب العدالة والتنمية ليس خطاب أردوغان بل تشكيلة اللجنة المركزية الجديدة للحزب التي تحدد القيادة الجديدة لقد حدد أردوغان شكل القيادة التي ستخلفه لكن هذه القيادة لا تختلف عن سابقتها مروحة واسعة من أقصى اليمين إلى القسم المحافظ ولما يغير أردوغان؟ إنه يربح الانتخابات وحدة تلو الأخرى وسيكون زعيم القوي في قصر الرئاسة يريد الحفاظ على نظام موجود من دون تغييره لكن أليس لافتا أن أردوغان لم يتلفظ باسم عبدالله قول ولو مرة واحدة؟ مليات ساميح إيديز أوروبا الغائبة عن رؤية أردوغان لا جديدة في خطاب أردوغان أمام المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية كالرامة هو معروف عن سوريا وإسرائيل لكن من المثير أنه لم يلفظ كلمة الاتحاد الأوروبي ولا مرة واحدة كما لم يحضر زعاماء أوروبيون المؤتمر إما لأنهم لم يدعوا أو لم يلبوا الدعوة ولن يغيب عن انتباه الأوروبيين أن أردوغان لم يتحدث عن معايير أوروبية لتركيا بل عن معايير إسلامية وعكست الروح الجهادية لأردوغان وجود خالد مشعل في المؤتمر هذا لا يعني إضعاف روابط تركيا بحلف شمال الأطلسي لكنها ضرورات الدولية هي التي تبقي على هذه الروابط فيما الهوى في مكان آخر دكتور جابير هل برأيك قد تتخلى تركيا عن حلمها الدائم في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتستعد عنه بزعامتها ربما العالم الإسلامي والعربي هي لم تتخلى هي منعت من دخول الاتحاد الأوروبي وإلا محاولاتها كانت جادة لا جدو لكن لماذا ها الآن ربما اقتنعت بأنه من غير الممكن بعد اليس وهي لا تريد أن تتزعم شظايا متفرقة من الكيانات الإسلامية والإمارات الإسلامية وتعيد الزعامة العثمانية لهذه الدول بعدما كانت تجربة الدولة العثمانية ونهاياتها وحملها لمصطلح الرجل المريض هذا العنوان الذي حملت الدولة العثمانية في نهاية سلاطينها وأيامها وأيام مجدها ليس من الصالح أن تتكرر اليوم في ظل إنقسامات الدول والإمارات الإسلامية والعربية وزعامات القبلية التي تحكم اليوم وخاصة في ظل المتغيرات هل يكفي التحالف إذا صح التعبير مع الرئيس المصري ومع خالد مشعل حتى يتم هو أنها بعد أن عجزت من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وقبول الاتحاد الأوروبي بها كعضو كعضو في هذا الاتحاد عادت أدراجها إلى واقعها وسطها الإسلامي ولكن بنفس الزعامة يعني بعنفوان وبأساطير وبرؤية السلطان وأعتقد أن خطاب السيد أردوغان لمدة ساعة ونصف ثم أن يخلع جاكيته وسترته ويظهر قميصه المدرع طبعا ليعادل أكثر من 12 ألف دولار في قيمة الحقيقية هذا عملية استعداد لمنازلة الواقع الجديد والتحدي الواقع الجديد الداخلي أمن خارجي في تركيا لا هو يبدو لي أمن الداخل أمن الداخل تعتقد ولكن الصحف تكتب عكس ذلك هو في عقيدته بأنه استولى على الداخل التركي والآن يريد أن يزحف إلى خارج الحدود التركية أنا أقول في عقيدته ورؤيته السياسية مرات القيادات الكبيرة في حالة من حالات الغرور تتخيل أنها أصبحت زعيمة العالم وزعيمة الكون أحيانا لكن الحدود قد لا تتجاوز القصر الذي تحكمه أحيانا نعم رؤية الساحة التركية تختلف لكن هو استعراض إلى أمجاد وإلى تأريخ وإلى قوة وقهر السلطنة العثمانية ومحاولة العودة لها في هذا الواقع اليوم أعتقد أن مبايعة بعض القيادات والزعمات العربية والإسلامية أيضا جعلته يشعر بشيء من النشوة وبالثيقة أكثر بأنه قادر على تحقيق ذلك دعني أختم يعني أنا أقول هو يحاول اليوم كما حاول الانضمام تركيا كما حاولت الانضمام للاتحاد العربية تعتبر أنه مازال في محاولته الأولى في محاولته الأولى وتعتبر أستبعد تستبعد أن يتبعد هناك زعامات لهذا العالم الإسلامي لعلى تمتلك القدرة أكثر في أن تقود برأيك يعني السعودية وقطر لن تسمحا له بتزعم لا لا ليس فقط السعودية وقطر هناك قوة ناهضة يسمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحد يحطها بحساب أيضا هذه القضية لا يخفل عنها أحد ولكن العربية يتسلحون بتركيا في وجه إيران يعني في وجه القوة الإيرانية هناك فرص طائفي هناك فرص طائفي بالضبط طبعا هناك فرص طائفي وليس قومي لكن الشارع الشارع بلغ الرشد يعني عنده نسبة من الوعي يستطيع أن يميز بها خاصة بعد تجربة سابقة وتجربة جديدة قد يتخلى يعني عن نزعاتهم وقوميتهم وعنصريتهم طبعا القومية التركية لا تختلف عن القومية الفارسية بالنسبة للعرب بالطبع بالنسبة للعرب وما أعتقد أن هناك قبيلة عربية أو إمارة عربية أو دولة عربية تعود مئة سنة أو ثلاثمائة سنة للوراء حتى تنضم إلى الجناح العثماني اليوم يعني هذا حلم لن يتحقق ربما لا يريدون الانضمام إلى الجناح العثماني هم يريدون أن يحتموا بقوة كبيرة يحتموا بقوة قادرة على فرض نفسها لا تنسى الحلف الأطلسي يعني مع تحتمي به تركيا دعني فقط أن نذهب إلى فقرتنا الأخيرة وهي فقرة الكاريكاتور صحيفة القدس الفلسطينية تتحدث عن الأنفاق في غزة كانت أداة كسرنا فيها الحصار وصارت تجارة شو رأيك؟ هل توافق؟ لا يبد لبعض التجار أن يتسللوا إلى لشو فيه شيء ما بيه تجارة اليوم يعني والدين تحولها تجارة والعقيدة تحولت إلى تجارة والسياسة تحولت إلى تجارة الجميع يتاجر بما أكيد والفن لعله يعبر أكثر من أي مقال ومن أي رؤية نقدية وتحليلية لهذا لو حدر صحيفة الاتحاد الإماراتية تتحدث عن اتفاقيات أديس أبابا واتفاق النفط بين جنوب السودان والسودان برأيك هل هذا الاتفاق هو نهائي وهل هو يرسي العلاقة بين الدولتين للأسف أتحدث عن دولتين الآن بالله هو من سوء حد الأعراب يعني أن يختلفوا واتفقوا على أن لا يتفقوا واتفقوا على تقسيم السودان على تقسيم السودان وأن يتحول السودان إلى أنابيب للبترول يعني فقط هذا في الوقت للمحكمة الدولية لم تسقط لحد الآن حكمها على عمر البشير وهي تلوح به دائما ربما تريد تقسيم تريد مناطق أخرى من السودان هو عملية ابتزاز دائم بالضبط هي عملية ابتزاز دائم ولكن إلى هنا ينتهي برنامجنا اليوم دكتور جابر الجابري شكرا جزيلا على حضورك أعزائي المشاهدين أيضا الشكر للزملاء في فريق الإعداد جينان جمعاوي وإلي حنة وخصام صلاح وحسين شمعون شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد انتظرونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة